في حين تقترب العمليات العسكرية من شهرها الثالث تشكل السيطرة على أقليم دونباس شرق أوكرانيا مرحلة جديدة من الحرب الروسية الأوكرانية عادت روسيا للهدف الأول من عملياتها العسكرية في أوكرانيا وهي السيطرة على شرق أوكرانيا وبالتحديد معركة دونباس وكانت المؤشرات المتواترات تفيد بقرب حصول تسعيد عسكري روسي كبير في منطقة دونباس شرق أوكرانيا وهو تسعيد يبدو منطقيا ومفهوما بالنظر إلى مجريات سير العمل العسكرية الروسية منها تعثر المفاوضات وإغراق الطراد الروسي الشهير بالبحر الأسود وبعد تغيير روسيا للسراتيجية الحرب على أوكرانيا سحبت معظم قوتها من الشمال الأوكراني وبدأت بعادة تمركز وتوجيه قوتها باتجاه دونباس وماريوبول في محاولة لتعويض خسارتها وباعتراف الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف تحاول السيطرة الكاملة على أراضي الإقليم الشرقي وماريوبول وأحداث تواصل جغرافي بين المناطق التي تحتلها كما ستحرم بذلك أوكرانيا من شواطي بحر عزف وتضيق الخناق حول المنافذ البحرية الأوكرانية لمنع وصول أي إمدادات عسكرية لكييف وهذه المعطيات هدفها تحقيق مكاسب سياسية والعودة مجددا لطاولة المفاوضات وعادته تقييم كل طرف لمطالبه وقوته وما يمكن أن يقدمه من تنازلات ومساومات وبالتالي فالطرفان يحرصان على إظهار أنهما مستعدان لمواصلة الحرب وإظهار قوتهما وأنهما ليس في حالة تراجع أو ضعف في محاولة منهما لدخول جولة المفاوضات الجديدة المتوقعة من دون إبداء تنازلات مسبقة والمعركة النهاية في دنباس ستكون قاسية لأن الجيش الأوكراني يحشد أيضا على الجبهات هناك وهو يسيطر على مناطق عديدة في دنباس وهناك مناطق السيطرة عليها تخضع للكر والفر بين الجيشين الروسي والأوكراني وتقترب الحرب الأوكرانية من بلوغ شهرها الثالث وتحاول روسيا استكمال مرحلتها الثانية لتحرير كافة مناطق دنباس الشرقية المحاذية لروسيا وهي تاريخيا وديمغرافيا مناطق روسيا أصيلة وهذه المرحلة الثانية تتزامن مع ازدالي ستار على معركة مدينة ماريوبول الجنوبية التي باتت محسومة لصالح الجيش الروسي ترجمة نانسي قنقر